لحيكون معنا خصائية علم الاجتماع الطبي دكتورة شروق أبو حمور لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع صباح الخير صباح أهلا وسهلا فيك نورتينا شكرا موضوع جدا حساس دكتورة أصلا لما بيكون عندنا مشاكل صحية ومزمنة أصلا بتكون نفسيتنا شوي تعبانة وحساسين زيادة ثم بالك لما بيكون عم نخسر أشخاص حولينا بسبب هالمشكلات الصحية المزمنة اللي عندنا صحيح طبعا صباح الورد عليكم على السادة المشاهدين دائما المواضيع الحساسة أو المواضيع اللي بتمس كل بيت منها كثير مثل ما أنت حكيتي صعب الواحد يبلش فيها وشو يحكي وكيف يدخل بتفاصيلها لكن بشكل عام خليني أبسط الموضوع أي شيء في حياتنا دائما بيكون قدامنا خيارين خيار الخير وخيار الشر لا إما أنه أنت بتختار مثلا مثل ما مرة حكيت بحلقة من الحلقات أنه الشخص اللي بتعرض لعنف لا إما أنه بيبتعد عن الموضوع نهائيا لا إما أنه بيطبقوا على كل الناس اللي بيواجههم بحياته ونفس الشيء لما أنه الإنسان يتعرض لمرض مزمن هالناس اللي حوالك لا إما بيختاروا أنهم يقربوا منك كثير ويكونوا شبكة داعمة لإلك أو بيختاروا أنه يزيدوا الطينة بله ويبعدوا دائما نسبة على جملة شوفوا كيف الخيارين اللي بدي أحكي لكم إياهم الناس اللي بيحبوك لما أنه مثلا أنه أنت يصير معك مرض مزمن بيحكي لك خطيتي والناس اللي يعني الناس اللي ما بيحبوك بيحكو لك خطيتي والناس اللي شوية أنت متحسس منهم وفي بينك وبينهم مشاكل بيحكي لك لا بيقرب منك ويقول لك هذا ابتي لا أصبر أنا معك أنا بجنبك فدائما هي القبولات النفسية بتحدد أنه شو ردة فعلة اللي حوالينا تجاه المرض إحنا معا من حدد يمكن مرض معين صحيح كلنا معرضين لأنه نمرض صحيح يمكن من أهم المفاهيم اللي لازم نأخذها دوام الحال من المحال ما حدا فينا ممكن يستمر بحاله دائما من ثبوت الله يضي من الصحة على الجميع صح ولكن أي شخص معرض لما نحكي عن علاقات مقربة يعني علاقات زوجية شوفي يمكن أن تعطيني أنت نسبة الآن في أغلب الأوقات هل العلاقات الزوجية اللي بتفشل أو ممكن ما تفشل ولكن إنها بتفشل نتيجة المرض لأنه بأعتقد الأهل بتخلوا عن ابنهم مثلا أو بنتهم صحيح هو دائما الناس اللي بتخلوا خلينا نحكي الناس الملتصيقين أو اللي أنت مش متوقع أنه مثلا الأزواج أصدقاء الأصدقاء الناس اللي ما بتربطك فيهم رابط الدم بنسبة 100% أعرفت كيف فهلأ ليش أو كيف الأساس ما بيكون صح عرفت كيف يعني أنت مثلا ما أخذها لأنها حلوة انحرقت طيب خلص راح الشكل الإشي اللي أنت ما يعتمد عليه راح بصار في مشكلة في الوجه بالضبط أنت ما أخذ الشخص لأنه غني صار مقعد شو بدك تضلك معا تعملي فبالتالي الأساس إذا كان صح منتعدى معضلة المرض بسلام منمشيها صح لكن إذا ما قبل المرض كان في عنا إشي مش صح أو فيه كان مشكلات هالمرض عبارة عن كيف البرد اللي بيفتش لما أنت بتاكل إشي محدد محدد مثلا زيت المرض نفس الشي عبارة عن شيء بيفتش عن شيء كان مش مبني على أساس صحيح وبيكشفه مثلا أصيبت سيدة ببريست كانسر هو سبب مقنع بيحكي لك الزوج خلص أنا ما بدي أكمل أو أنه صار أي شيء بالبيت لكن برضه في كثير أمثلة لأزواج أنه مثلا زوجها أصيب بحادث سير وأقعد طلعت واشتغلت ودارت بالها على الولاد وكانت كثير داعمة وسند لإله وضلت معاه بتحسي ست بتضحي أكتر من الرجل بهذه المواضيع لأنها عاطفية أكتر بينما الرجال عقلاني أنا بحكي ببتسف أنا بعتقد أنه فيه رجال كويسين وفيه ستات كويسين فيه رجال ممكن أنه يعملوا اللي ما بنعمل وفيه ستات كمان ممكن أنها ما توقف مع زوجها ممكن أنها ما توقف مع زوجها وأنه تحكي لا أنا بدي أختار حياتي وأنا لستاتني صغيرة وأنا وأنا بس كمان نفسية الشخص المريض بتكون شوي حساسة صحيح شفقانين علي مثلا أو ليش هم يتعاملوا معي أو ليش ما سألتوا عني شعر الشفقة يعني ممكن إحنا كمان الأشخاص اللي حوالينا ما يكون عندهم طاقة لدائما يتحملوا هذا الإشي صحيح بس كمان قدي الأمراض المزمنة ممكن أنها تعزز التكافل الاجتماعي يعني مثلا فكرة التبرع بالأعضاء لما أنه مثلا أنا لا سمح الله لا قدر الله أنه مثلا أخوي بكلية وحدة وبحاجة لأني أتبرع له بكلية ورحت وتبرعت له فيها قدي هالموضوع رح يعزز التكافل الاجتماعي أو التبرع بالأعضاء ما بعد الوفاء أنه من بعدي حياة قدي هالموضوع رح يعزز فكرة التكافل الاجتماعي لكن بالمقابل كثير مرت علينا حالات لأشخاص فقدوا كليتهم وكانوا مضطرين أنهم يعني يظلهم يغسلوا كلا وكان مثلا خيارهم أنه أخوها يتبرع لها وحكا لها أنه أنا بعتذر أنه أنا عندي عيلي وولاده ما بقدر فقديش عملة مشكلة اجتماعية وحزازة بالعيلي موقف حساس جدا جدا صحيح شوفي كل شخص صحته بنسبة له أغلى 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 إشي صحيح وإحنا دائما نحكي الصحة لا تعود لا بالمال ولا بالإشي في الحياة بس كمان بدنا نتأكد ونكون عارفين بأنه ربنا دائما موجود صح دائما يعني يمكن هذا التبرع بالأعضاء يمكن أوكي تخسري أنت عضو من أعضائك نتيجة تبرع بس أنت ربنا رح يعوضك عوض كبير لأنه أجر جدا عظيم ومن بعد آه وبفق صراحة الواحد أهله ما بقدر يقولهم لا شو مكان يعني صحيح هون درجة هون بعتمد يمكن على درجة العلاقات الإشري معي وترابط الإشري معي كدهش فيه ترابط بالعيلة كدهه أنه مثلا علاقة الأخو بأخته كدهه قدم لها قبل علشان أنه عنده رصيد حتى أنه تندفع وأنه تعمل هيك خطوة أو تقدم على هيك خطوة كدهه مثلا هي كانت وكمان كمان ترى مش شرط أنه الرصيد شيء مهم جدا لكن برضو روابط الدم أنه بيحركها أكثر من شيء ممكن أنه أنا كنت حدا مش كويس مع أهلي بس بموقف المرض نسيوا كل شيء ويجوني أنه خلص الدم دائما بحكوا بحن أو بتحرك عرفتي كيف فبالتالي بتصفى أنه أنت أنت قدي عندك رصيد وأنا قدي مندفع إلك أو بدي أصلح هالعلاقة بيني وبينك بدي أكون حدا يعني مثلا كثير بس يا سلام على شغلات مثلا لما تصير بدك تقرر تروح تزور مريض وهي كثير أنا أشياء بلاحظها وبشاهدها بالمستشفى كثير ينطلب مثلا أنه كود وايت وهذا الكود وايت رمز لأنه مثلا في صوت كثير عالي عم بصير لحقه أنه بيجوا الأهل مثلا أو بيجوا الأطراف الكنة والحماية وبيت الحماة ومرت أخوي وأخوي وأبصر مين قررنا نيجي ومنكون مش مصفين نيتنا ومتلتقي هالعائلات مع بعض بالمستشفى فقد دائما مرة أنت سمعت أنه مثلا إيجوا على المستشفى وصوتهم طلعوا وتهاوشوا أو أنه صار خلافي كثير كبير فحسب أنه الشخص اللي قبالك قده أنه مصفين نيته وبده يبلش صفحة جديدة مع المرض صح يمكن هنا نحكي عن الوعي الوعي أساس لكل حل لكل هذه الأمور صحيح بيعتمد على درجة الوعي والفهم عند كل شخص بالضبط الثقافة الموجودة عنده إحنا لما نحكي شخص مريض ما بنا نحكي استعطاف ولا بنا نحكي فقه صحيح فيه أمور أعظم من هيك فيه حب وهذا الحب إذا كان موجوده نقي فهو حل أيضا كثير شو رأيك يعني بشكل عام لكل الأشخاص اللي مثلا زي ما هلا حكيتي بأنه يكونوا بالمستشفى عم يطلع صوتهم طب وين الوعي ما هو هون بالضبط كمان يعني أنه دائما كأنه الغضب ما إلو مقاييس أو أنه درجة الحقد أو الإشباع النفسي اللي موجود عند الشخص أنه الوعي أنا من وجهة نظري أنه إذا ما كنت حاب المريض ومصف نيتك وحاب أنه عن جد تروح عليه لأنه إنت حاب تروح عليه أنه هاي مش واجب ويلا وبدأ أروح خمس دقايق قدام الناس أو بأجلها وخلص بروح على بيت العزا أو بعمل لي ميت قصة أنه إذا إنت مش مصف نيتك لا تعمل أي شي ما تعمل إشي عشان الناس أو مثلا لأنه إنت لو ما روحت وزرت أو ما عملت رح يحكوا عني أني ما عملت الواجب روح لأنه إنت حاب تعمل ودائما الشحنات السلبية بتقتل صاحبها أول حدا بتأذيه يعني بتدور صاحبها يعني قدي شعور جميل أنه إنت مثلا ما تحسش مثلا بتجاه اللي قبالك مع إنه كثير أداك لا بالموجب ولا بالسلب بتبطل تفكر فيه بس عشانيك دكتوريا ما لازم نيجع حالنا بشي يعني أنا برأي دائما أنه مفروض إحنا ننقي الأشخاص اللي حوالينا والنقي مين إحنا بدنا يكون قريب منا خاصة بهالأوقات الصعبة شخص سلبي عم بعطيني طاقة سلبية أو حتى عم بقولي كلمات سلبية بالزبط فكمان الشخص هو بقدر يحدد وبيقدر يكون أقوى من قبل حتى لو عنده مشاكل صحية أنه هو لا رح أواجه الناس رح أواجه مرضي ورح أعمل تصفاي لكل الأشخاص اللي أنا ما بدي إياهم بالزبط وأصلا يعني من ناحية نفسية أجمل هدية أنت بتهديها للمريض يلي بيعاني من مرض مزمن أنك تعمني إنسان طبيعي بالزبط ما تشفقي عليه بطريقة مبالغ فيها اهتم فيه اعملي له أشياء هو بيحبها شاطري شغلات يعني مفضلة بالنسبة إله لكن ما تعطي شعور الشفقة شعور الشفقة يعني قاتل لأي حدا إنه إذا تعاملت معاه بدوني وحتى الإنسان المريض بيكون هيك زي فورة عواطف عنده يعني الكلمة بتأثر عليه النظرة بتأثر عليه فإنه أجمل شيء ممكن تقدمه إنك تتعامل معاك إنسان طبيعي ما بيع مش بدوني إنه أنا الصحيح وإنت المريض هذا الشعور كثير حلو لما أنت تعطيه للمريض طيب أنا في نهاية هذا اللقاء بدي تعطي نصيحة للمريض دفسه ولأشخاص المحيطين بالمريض كان زوج أو زوجة أو أهل يعني أنا بصراحة نصيحتي إنه المرض هو عبارة عن مرحلة انتقالية بحياة أي شخص لا إما إنه الناس اللي حوالي يعني هي عبارة عن فلترة للعلاقات الاجتماعية لا إما إنه أنت بتقرر إنك تكون قريب من الشخص المريض ونيتك صافي ومضبط أمورك ومش تمثيل أو مش لعلشان إنه مثلا واجب اجتماعي أو علشان بروتوكولات اجتماعية وبتقرر إنك تكون قريب منه لتدعمه وبيكون هذا شيء دافع مش لأنه مثلا أي شيء أجبرك فيه لا إما تنح جانبا وفي ناس غيرك بقدر يدعمه خليه مرقب فترة المرض بسلام من غير لا إيجاب ولا سلب يعني ما تزيد مرضه إنه مثلا شحنات سلبية شحنات سلبية قال والله وصلني إنه هات خطيئة أو 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 خلص يعني إن عزل بخيرك أو بشرك أو اقترب بس بخيرك وكون إنه المرض فترة إنه متأكد إنه هي انتقالية بحياة المريض المريض رح يطيب وبعد هيك معرضين وبعد هيك هو بس رح يتذكر شو هالأشياء اللي مرت عليه فخلي الكريدت تبعك لو من ناحية دينية إنه أجر وثواب معربنا وزيارة المريض وعيادة المريض شيء يعني الملائكة بتحفك فما بالك الناس يعني فخليها بس من ناحية دينية إنه انظر للموضوع من أكثر من زاوية أنت بترتاح والمريض برتاح أكيد ديكتورة شروق أبو حمور أخصائية علم الاجتماع الطبي كل شكر لإلك نوركينا أهلا وسهلا ويومك سعيد شكرا اليومكم أسعد شكرا لكم شكرا لكم